أرواح بشرية أنهكها التهجير القصري والجوع والاستهداف لأكثر من عام تعيش في خيام واهنة أصبحت أهدافاً لغارات الاحتلال الإسرائيلي في كل لحظة وفي اليوم الأربعمائة للعضوان الإسرائيلي استمر الاستهداف المباشر للنزحين بدون رحمة فقصف طيران الاحتلال مدرسة تؤوي نزحين بحي التفاح مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين كما استهدف خياماً للنزحين في خان يونس بينما واصلت قوات الاحتلال استهداف المحاصرين شمالية القطاع ليصبح الشمال والجنوب تحت وطأة نيران الاحتلال أرطاً وجواً وقبل ساعات استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة شحيبر الابتدائية التابعة لوكالة الأونروا في بخيم الشاطئ غربية مدينة غزة هذا فضلاً عن قصف آخر استهدف محيط مدرسة حليمة السعودية في جباليا النزلة التي تؤوي نزحين شمالية القطاع الأمم المتحدة أصدرت تقريراً أكد أن نحو 70% من شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الفترة بين نوفمبر 2023 وابريل 2024 هم من النساء والأطفال واستناداً على تحليل تفصيلي لعينة ممثلة للضحايا تحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من هذه النسبة والتي أكدت بشكل معمق عمليات إسرائيل لقتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحتى الإبادة الجماعية التقرير لفت إلى أن قرار إسرائيل غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر بلغ مستويات غير مسبوقة من حيث أعداد الشهداء والمصابين ومن حيث المعاناة من الجوع والمرض والأوبئة إبادة جماعية لتصفية القضية الفلسطينية هو مشهد بات واضحاً يقابله صمت دولي طويل وفشل في ردع العدوان الذي استباح أرواح المدنيين مخالفاً كل القوانين الإنسانية